السلام عليكم يا شباب في بحاثكم إن شاء الله دائما تكونوا بألف خير معكم أخوكم محمد رجعت لكم اليوم بمقطع وسطوري جديد مقطع اليوم سوف نتكلم عن رسالة الخطأ التي تظهر عندما تأتي تشغل لعبة أو تشغل برنامج أو تشغل أي شيء في الويندوز يطلع لك رسائل رسائل الخطأ التي ترون هنا سوف الرسائل جداً مزعجة لا تجعلك تشغل أي شيء تشغل أي برنامج أو أي لعبة لذلك في مقطع اليوم سوف أحاولكم كيف تتخلصون من المشكلة هاي بشكل نهائي بإذن الله اللي بدونكم يا شباب تسووه أنوا تضغطون على زر لايك لهذا المقطع لا تبقون نستمر في مقاطع الشروحات هاي ونستمر لجيبلكم حلول لمشاكل يشتركوا في القناة كمان فعلوا زرس التنبيهات وحط الإشعارات على الكل زي ما قلت لكم شباب أكبر نسبة مشاهدين عندي في القناة مش مشتركين أكتر من 90% فعلوا زرس التنبيهات أول شيء يا شباب اللي يجب أن نتفق عليه هو تحميل الملف هذا حجمه 660 ميجا بايت هذا الملف هو اللي رح يحللنا المشكلة وهو الأساس اللي رح نشتغل عليه في مقطع اليوم رح تلاقوا رابط تحميل الملف في وصف الفيديو وفي الموقع في التدوين تحملون الملف بالطريقة هاي جدا سهلة تضغط فري دونلود في المكان هذا تجتاز هذا الكود بهذا الشكل تستنى 30 ثانية شباب التلاتين ثانية تضغط كريد دونلود لينك بهذا الشكل وبعدها تضغط دونلود بهذا الشكل شباب رح يبدأ معاك التحميل زي ما قلت لكم الملف لما تحمله رح يظهر بهذا الشكل حجمه تقريبا 660 ميجا بايت حجم الملف بعدها نجي نفك الضغط عن الملف بهذا الشكل استخراج الملفات رح يطلب منك الباسوورد الباسوورد فريكس جيمينج يا شباب اسم قناتي ورح تلاقيه كمان في الوصف أسفل الفيديو تضغط أوكي ورح يستخرج معاك الملف في الملف هذا يا شباب زي ما قلت لكم فيه ملفات جدا مهمة وآوامر جدا مهمة بداية نرح نسوي بعض الأوامر على الويندوز يا شباب بعض الأوامر ضروري نسويها في الويندوز بعدها رح ننتقل للملفات رح تيجي لهذا الملفة التكست هذا يا شباب تيجي ملف الأوامر رح ناخد هذا الملف ملف هذا يا شباب ناخده بالشكل هذا ناخد الأمر هذا وننزل تحت ننزل تحت رح نيجي هون على البحث يا شباب نكتب يعني CMD يا جماعة الخير CMD Command Promote بهذا الشكل نضغط عليه كليك يمين لا تنسى أنك تشغلو كمسؤول Run as Administrator عشان نعطيه كل الصلاحيات للجهاز نيجي هون شباب نضغط Ctrl V Ctrl V يا شباب Ctrl V عشان يلسق الأمر هذا ولا تقدر تكتبه أنت بطريقة جدا عادية نضغط Enter هس هو رح يسوي إلك سكان على Windows وعلى نظام التشغيل ويشوف لو في قطأ أو في أي مشكلة في ملفات الجهاز أنت رح تعطيه يعني وقت وتخليه وتسيبه حتى يكمل وحتى يخلص خلص وتطلع من الملفة شباب بهذا الشكل هس رح تروح ترسل جهازك وتعاود تشغل الجهاز وتشوف اشتغلت معاك الطريقة واشتغلت معاك اللعبة ولا لا لو ما اشتغلت معاك الطريقة نيجي للأمر الثاني يا جماعة الخير نيجي نفتح مرة تانية نيجي هون DXD هاي الكلمة يا شباب رح ناخذها Copy بهذا الشكل نطلع من هاي الايقونة نيجي على مربع البحث هون نيجي نكتب Run يا شباب بهذا الشكل نكتب Run نيجي نضغط عليها بهذا الشكل يجي ولا تكتبها بفضل أنك تكتبها بهذا الشكل يجي تكتبها بهذا الشكل يا شباب تكتب الكلمة هادي على ال Run وتضغط OK لما تضغط OK تستنى شوية تنبتق معاك هاي الايقونة هاي الايقونة يا شباب رح تنبتق نستنى حتى يخلص يسوي سكان ويشوف اوكي لما يخلص نيجي هاستي شباب لو في اخطاء هادي الاداة تقولك لو في اخطاء على الكرت الشاشة وعلى الجهاز نظام التشغيل ككل نيجي مثلا على الديسبلي هون يقولك no problems found هون مافي يعني مشاكل مافي اي شيء تيجي تشيك هون مافي اي مشاكل مافي مشاكل مافي مشاكل مافي مشاكل لو لقيت عندك problem واحد مشكلة واحدة فلازم يعني نحل هاي المشكلة هاي الخطوة عشان تتأكد بس من الجهاز لو في مشكلة نيجي نطلع من هاي الايقونة يا شباب هسا نيجي للخطوة التالية يا شباب الخطوة التالية مثلا عندك انت هاي المشكلة مشكلة 0xc0005 نيجي ناخد هادا الملف cut بهذا الشكل نيجي نحطه على سطح المكتب نيجي نحطه على سطح المكتب لو عندك انت المشكلة هاي 0 يعني xc0007b تأخد الملف نفس الطريقة ناخد احنا هادا الملف نيجي نضغط عليه click يمين نضغط استخراج بهذا الشكل يا شباب رح يظهر لنا ملفين هادا الملف رح تمسحه ما عندنا به غرض نيجي ناخد هادا الملف يا شباب هذا الملف رح تسوي رح تاخد الملف هذا ورح تروح لملف اللعبة مثلا اي لعبة انت عندك فيها مشكل مثلا نيجي مثلا اللعبة هاي نضغط عليها click يمين شباب open find location بهذا الشكل نيجي الملفات اللعبة ونحط الملف بهذا الشكل يا شباب نحط الملف بهذا الشكل في المكان هذا في اللعبة ونروح كمان للمساره هادا نفتح ال disk pc نروح على disk local c على windows بهذا الشكل نيجي ننزل تحت على system 32 يا شباب نيجي نحط الملف يا شباب بهذا الشكل نحطه based بهذا الشكل يا شباب نضغط استبدال بهذا الشكل خلاص نرجح السيشباب خطوة لوارا نروح ندور على ملف هذا الشباب هذا الملف,SYS هذا الملف يا شباب 64 نفتحه بهذا الشكل ونحط الملف مرة تانية هون نضغط استبدال رح نطلع هالسيشباب نفس الطريقة رح تسويها للملفات التانية يا شباب لو عندك هاي المشكلة نجي نستخرج الملفات بهذا الشكل يا شباب نجي ناخد هاي الملفات رح ناخد كل هاي الملفات يا شباب نأخذها copy بهذا الشكل كل هاي الملفات الموجودة جوه الفولدر هذا نروح بنفس الطريقة لفولدر اللعبة يا شباب فولدر اللعبة اللي عندك فيها مشكل تحط عليها اول برنامجة او اي مكان تحط عليه كل الملفات بهذا الشكل يا شباب نروح يا شباب بنفس الطريقة رح نروح على disk pc, disk local c, windows ننزل للسيستم اثنين وثلاثين بهذا الشكل نيجي نحط الملفات بالشكل هذا يا شباب نضغط base نضغط الملفات نضغط replace رح يطلب منك استبدال تأشر على هذا الخيار وتضغط continue نفس الطريقة يا شباب خلص لو طلب منك طلعت لك هاي ايقونة تضغط skip بهذا الشكل أشر على هاي وتضغط skip نطلع من ملف السيستم اثنين وثلاثين نروح على الملف هذا بنفس الطريقة نحط الملفات يا شباب استبدال أشر على هاي أشر مرة ثانية على هاي خلص ما بدها تتنسخ نضغط skip بهذا الشكل خلص نطلع هسا هسا روح شيك اللعبة وشيك البرنامج وشوف تحلت معاك المشكلة ولا لا لو استمرت معاك المشكلة وما نحلت نيجي على هذا الملف يا شباب الملف هذا نيجي نضغط عليه يا شباب ضغطتين بهذا الشكل رونتيمباك دي ال ال هذا يتبت لك كل ملفات دي ال ال الغير موجودة عندك في الجهاز يضغط yes بهذا الشكل نخليه حتى يتم استخراج الملفات وهو رح يسوي يعني تحميل ويحمل ويتبت كل الملفات اللي مش موجودة عندك ملفات دي ال 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 نعطيه شوية وقت حتى يخلص يعني زي ما بتشوفون هون تدهر هالأيقونة لما يخلص رح يقولك انه خلص تبت كل ملفات ال 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 نضغط اوكي مرة تانية رح نشيك لو استمرت معانا المشكلة ويفضل يفضل انك ترست الجهاز بعد ما تسوي الخطوة هاي رس جهازك ويرجع شيك اوكي خلص من هذا البرنامج رح احذف يا شباب واحذف هذول كمان ما عندي بيهم غرض هسه نمر يا شباب على برنامج السيكلينر الخطوة التالية نيجي نحطه هون نيجي نفتح وضغطتين بهذا الشكل نفتح برنامج السيكلينر هذا البرنامج يسوي لك يعني فكس للاخطاء الموجودة على النظام رح نوريكم هسه شباب كيف الطريقة نضغط انستول بهذا الشكل اوكي رح يتم تتبيت البرنامج جدا صغير ومجاني ما في اي مشاكل نشيل هاي وندغط run سيكلينر نضغط start my trial رح يفتح يا جماعة الخير بهذا الشكل نيجي على الرجيستري يا شباب ونعمل scan scan لي ملفات الرجيستري كلها رح يسوي الها scan ويشوف لو عندنا اخطاء في النظام لما يخلص جماعة الخير ويشوف ان كل الاخطاء الموجودة هون رح ننزل تحت بهذا الشكل يا شباب نيجي على review بهذا الشكل نضغط على هاي شباب رح يقول لك هون لو بدك تسوي backup يعني للملفات الرجيستري انا شخصيا ما بسويها يا شباب رح اضغط no بهذا الشكل هون يا شباب رح تختار في خيارات لو بدك مثلا تختار تعمل fix لكل ملف على حدة انا لا رح اعمل fix لكل الملفات يا شباب كل الملفات وكل الاخطاء تم عمل الها fix يا شباب وعمل fix لكل الاخطاء الموجودة على النظام نضغط close بهذا الشكل ونطلع من البرنامج مرة تانية جماعة الخير رح تشيك وتشوف ان حلت معاك المشكلة ولا لا اوكي شباب خلصنا من هاي الخطوة نحذف هذا البرنامج ما عدا به هسا غرض نيجي على ال cash cleaner يا شباب administrator تشغيل كمسئول نعمل clean cash شباب للمعالج والجهاز clean للكاش ويسوي clean لكل الكاش الموجودة على الجهاز شباب تعطي شوية وقت عشان يسوي clean لكل الكاش الموجودة على الجهازه اوكي شباب لما يخلص نيجي نحذف وخلص ما عندي به غرض نيجي هاس شباب للملف هذا temporary fines شباب ملفات تم نيجي على هذا الملف ندخل للملفة الاول رح تلاقي هون يعني كومة ملفات تيجي تحذفها كلها لو كانت موجودة تحذف كل الملفات نيجي على الملفة التانية يا شباب تلاقي كومة ملفات كمان رح تحذفها ملفات هاي مؤقتة بيخزنها الجهاز يعني وما بيعمل فيها اي شيء بس يعني تاخد لك من موارد الجهاز وتبطئ لك من جهازك كمان ملفات ال private شباب نحذف كل الملفات الموجودة جوه هذا الفولدر كل شيء موجود جوه هاي الملفات يا شباب رح تحذفه نيجي هون هسه على ملفات تشغيل البرامج هاي الملفات يا شباب والالعاب هاي الملفات لازم تكون متبطة عندك بالجهاز نيجي على الملفة الاول ننفق عنه أتضغط شباب بهذا الشكل الفودرة اول نضغط عليه دغطتين نتبط هذا البرامج يا شباب اوكي يقول لك انستاليسيون كومبليت شباب تم تثبيت البرامج نيجي على الملفة التانية نستخرجه بنفس الطريقة جماعة الخير نضغط عليه دغطتين نضغط اوكي تفتح هاي النافذة شباب يقول لك تثبيت بالطريقة العادية نضغط على تثبيت بهذا الشكل يقول لك error rating setup عادي تضغط اوكي وتخرج الشباب نيجي على الملف الثاني من فيزيال الشباب تلاقي كل ملفات مايكروسوفت فيزيال الشباب الضرورية جدا تشغيل برامج الالعاب هاي الملفات لو ما كانت موجودة عندك ترى بتسوي مشاكل نيجي نضغط على الخيارة الاول عشان نتبتها كلها بدفعة واحدة شباب انا ليش يدهري هاي الرسائل عشان انا اصلا متبت كل الملفات كل ملفات هاي عندي متبتة زي ما بتشوفون هون الفين وخمسة تمانية عشر اتناعش تلات عش تبتلي الغير موجودة عندي واللي موجودة طلع لي رسالة انه الملفات هاي موجودة نيجي على الملفة الثالث يا شباب نضغط عليه ضغطتين هذا الايو الرنتيم يا شباب بيتبتلك كل البرامج وكل الملفات والفضلات الضرورية لتشغيل البرامج والالعاب لحل مشاكل عدم تشغيلها اوكي شباب رح نستنى حتى يتم فتح الملف بهذا الشكل يا جماعة الخير انت رح تلاقي هون يعني ملفات كتيرة نضغط بس انستل بهذا الشكل ونسيبه يعني يتبت هو البرامج المش موجودة والنقصة على الجهاز رح نيجي جهاز شباب للملف هذا الفيزيكسي شباب نيجي نتبت هذا الملف هذا بس بالنسبة لكروت انفيديا اللي عندهم كروت انفيديا وبدو منشغلوا الالعاب بينصح انك تتبت هذا البرنامج انا اصلا اتبتوا عشان هيك رح يظهر لي رسالة الخطأ انتبت البرنامج في الاصل زي ما تشوفون هون اظهر لي رسالة الخطأ انت لو ما اظهرها اليك تضغط نكس 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 طريقة التثبيت جدا سهلة وعادية اوكي شباب لما تسوي هاي الخطوات كلها ترسل جهازك وتجرب نحلت معاك المشكلة ولا لا لو استمرت معاك المشكلة رح نيجي هستنسوي خطوة كمان انا يا شباب في هذا المقطع عارف رح يكون شوي طويل بس يعني جبت لكم كل الحلول ودورت لكم على كل الحلول عشان لو ما اشتغلت معاك هاي الطريقة تشتغل معاك الطريقة الثانية ان شاء الله عشان هيك بتمنى يا شباب وتركزوا معاي خطوة بخطوة ولا تنسونا بلايكاتكم يا شباب تشجيعاتكم باللايك اللايك اللايك يا جماعة الخير نيجي على البحث يا شباب بهذا الشكل نكتب Task Manager بهذا الشكل يا شباب نكتب Task Manager نيجي نضغط كليكي مين نضغط تشغيل كمسؤول Run as Administrator نفتح Task Manager نيجي هس يا شباب على ملف الفايل هون نضغط على File Run هون نضغط على Run New Task بهذا الشكل نيجي هس يا شباب رح ندور نضغط Browse بالشكل هذا نيجي على System 32 Browse بس لما تعمل Browse رح تيجي على Disk PC يا شباب بهذا الشكل رح نامشي معاك بخطوة بخطوة نضغط Disk PC نفتح ال Disk Local نيجي هون شباب على ملف فولدر Windows ننزل على System 32 وينها؟ أوكي System 32 بهذا الشكل يا شباب نيجي ندور على اشي اسمه CMD هاي شباب CMD.exe نفتحه بلى هذا الشكل بعدين شباب نيجي ندغط هون بهذا الشكل وتسعط Space يا جمعت الخير نضغط على Space بالشكل هذا نكتب نداش داش بهذا الشكل تعاني نكتب كلمة Upd8 بالشكل هذا يجي جمعت الخير تجون بهذا الشكل بعد ال .exe تعاني هون تسعط Space وتسعط Terrier Man & Update نأشر على هاي الخيار وندغط Oessa بعدين شباب نضغط على هذا المكان ونكتب الكلمة هاي GPU update بهذا الشكل نكتب الكلمة هاي نضغط space نحط شباب slash بهذا الشكل ونكتب كلمة force بشكل هذا بعدها نضغط enter يسوي updating policy لازم تكتب الكلمة هاي شباب زي ما كتبتها حاليا تكتب الكلمة ويقول لك نيجي هاسي شباب لما تلبط الايقونة هاي جماعة الخير نضغط نكتب كلمة exit بهذا الشكل ونضغط enter عشان نخرج ونطلع هس يا شباب رح ترست الجهاز اول شي رست الجهاز وعاود ارجع شيك هل المشكلة انحلت ولا لا ضل بس يا شباب خطوة اخيرة بس نحاول نسويها لو استمرت معاك المشكلة وما انحلت رح اوريكم هسا رح نروح على this pc يا شباب بهذا الشكل نضغط هون شباب properties كليك يمين properties في المكان هذا نيجي على advanced system setting يا جماعة الخير نيجي على ال advanced هون في المكان هذا نضغط setting يا شباب نيجي للايقونة هاي نضغط على الخيار هذا يا شباب data خيار ال data هذا يا شباب نيجي على turn on يا شباب deep for all programs and services except tours i select نضغط على الخيار الثاني نيجي هاسا نجيب البرنامج واللعبة اللي ما بدها تشتغل نضغط add بهذا الشكل شباب ونجيب البرنامج اللي ما بده يشتغل اللي يعني حبيبي والله نجيبه ركزوا معي يا شباب عشان لا تسووا خطأ انه لا تجيب ايقونة الاختصار مثلا تيجي هون وتجيب ديسك توب وتجيب مثلا لا لا تجيب مثلا ايقونة الاختصار لا نروح على البرنامج ونجيب ايقونة البرنامج او اللعبة مثلا رح نروح على سي رح ادور انا على مثلا اللعبة ps14 نجيب ايقونة اللعبة يعني لازم تكون مثلا ps14.exe ولا البرنامج اسم البرنامج photoshop after effect اي برنامج عليه مشكل تيجي تضغط بالشكل هذا تضغط open بهذا الشكل نضغط apply جماعة الخير يقول لك هون لازم ترسج جهازك عشان يعني تضبط معاك الاعدادات كلها تضغط okay وتضغط okay okay بهذا الشكل ترسج جهازك وتشوف ايش تغلت ولا لا وبايدن الله رح تشتغل ورح ينحل معاكم المشكلة شباب كان هذا وكل شيء المقطع اليوم اتمنى يا شباب انه تنحل معاكم المشكلة هذه صراحة جدا مزعجة وجمعت لكم كل الحلول وكل الطرق لحل هذه المشكلة اتمنى يا شباب يعني والله المقطع هذا يا شباب كتير تعامني للامانة فابتمنى لايكاتكم شباب لهذا المقطع كمان تشير لكم في قناة فعلوا جرس التنبيهات عشان زي ما قلت لكم اكبر نسبة مشاهدين لقناتي مش مشتركين فعلوا جرس التنبيهات كمان حطونا تعليق اسفل الفيديو لو ضبطت معاكم المشكلة ولا لسه مستمرة معاكم المشكلة اكتبوا لي تحت في الكومنتات لايكاتكم حول هذا المقطع يوصل 100 لايك 20 لايك اراكم ان شاء الله يا شباب مقطع اسطوري صنطوري قادم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة